اشتركوا في القناة هدف إن ده اللي يدل على رأس حربة هداف وجهة نظري رأس حربة هداف كرة بعيدة وحطاها هناك في الزاوية البعيدة ويعني دخلت جون دخلت جون فبالنسبالي مكاسب عديدة جدا وكبيرة جدا في هذه المباراة لكن حياة الموسم ده تحديدا مضغوط وبشكل كبير جدا بقالنا كده أربع مواسم تقريبا ويمكن أكتر العبا ما بتريحش شفتوا عمر السلية بلعب حوالي ستة واربعين ماتش ما بين الأهلي والمنتخب لحد دلوقتي تقريبا لغاية دلوقتي وبيقاتل في الملعب رغم كل هذا الإجهاد طبعا الجمهور بيجي بينتقد عمر شوية بينتقد الشناوي شوية بينتقد فلان شوية ولكن في النهاية يظل الشناوي من وجهة نظرنا أنه هو واحد من أفضل حراس مرمى مصر وأفريقيا خلال هذه الفترة عنديش مشكلة أنه أنا بقى بغلط مرة أو اتنين ولكن الغلط ده بعرف أصلحه إزاي هو ده الشناوي هي دي الوقفة بتاعة محمد الشناوي محمد الشناوي ده عملاق حارس عملاق واحد من أفضل حراس اللي لم يكن الأفضل هو واحد من أفضل ثلاث حراس موجودين في أفريقيا وفي العالم العربي الحقيقة يعني بدليل أنه طول الوقت بنسمع عن أن الشناوي عنده عروض كثيرة جدا ولكن هو بيفضل دائما البقاء في النادي الأهلي عمر السلية واحد من أفضل المدافئ الأفضل خط الوسط تمانية أو تسعة عايز تقول زي ما أنت عايز تقول قول تمانية ستة تسعة زي ما أنت عايز تقول قول واحد من أفضل اللاعبين في هذا المكان مجهد شوية آه واحد لعب كمية المباريات دي في عدد كبير جدا والنادي والمنتخب بيعتمد عليه بشكل كبير جدا لازم يبقى كده لازم يجيله فترة مش لازم يجيله فترة بيبقى الأمور بالنسباله صعبة شوية لكن رغم كل هذا الإجهاد الناس من موتها نفسها كل الإجهاد اللي احنا متكلم فيه ده الناس من موتها نفسها وشايفها ولكن هل الكلام اللي أنا بقوله ده مبرر لإلغاء الدوري مثلا زي ما البعض بيحاول أن يروج حتى لو النادي الأهلي مش هيكسب الدوري فيش حاجة اسمها إلغاء دوري يا جماعة احنا بنهزر احنا عايزين الناس تركز أكتر في تحسين وضعية المسابقات تبص للتحكيم واللي بيحصل في التحكيم المشاكل اللي بتحصل في كل جولة ندي ربطة الأندية فرصة أنها تفكر تخرج من الضغط والتلحم المواسم بالشكل ده مش تقولي نلغي دوري تعالوا نقعد مع بعض الأندية كلها تقعد مع بعض من خلال الاتحاد المصر لكرة القدم أو رابطة الأندية لكرة القدم والناس تتكلم على كيفية تطوير التحكيم خلال الفترة اللي جاية في وجود خبير أجنابي في وجود الكابتن عصام في وجود الكابتن جمال في وجود الكابتن سمير في وجود من هو موجود ولكن كيفية التطوير خلال الفترة اللي جاية ولو في نادي في مصر أو في أفريقيا مضغوط زي ما النادي الأهلي مضغوط يطلع يوارينا نفسه كده احنا التالت سنة على التوالي بنوصل نهاية أفريقيا وبنتضغط أكتر من أي فريق تاني في مصر فيش حتى أي تقدير ولا من اتحاد الكرة مش عايز تقدير يعني لا أنا عايز تقدير أن الناس تقف معنا في حقي في حقي اللي ان شاء الله هتشوفه قريب حيحصل إيه لكن الناس تقف معايا في حقي اللي هو تجيب لي نهاية دولة الأفطال على لعبه على ملعبي زي ما الاتحاد المغربي شابول الاتحاد المغربي أستاذ جمال وبقية الأعضاء اللي موجودين قاعدين هاي الرائعين كويسين جدا ولكن فيه كده في الدنيا فيش تقدير حتى أن أنا تقف معايا في حقي وده شفنا على مدار المسلمين اللي فاتوا بالمناسبة